أكد عضو تنصيقية شباب الأحزاب وسياسيين محمد السباعي ضرورة تتمكين الشباب اقتصادياً المساهمة في تنمية الاقتصاد وشدد السباعي على ضرورة ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب لتطوير أفكارهم وطموحاتهم إيماناً بدور الشباب ومكانته في المجتمع المصري نحضر بنتكلم تبقى الأحصائيات من هم دون الأبعين سنة يتجاوز 65% من الشعب المصري فبالتالي كان هناك احتياج حقيقي لتناول هذا الملف بشكل متفرد النهاردة كان بالزبط زي ما حدك ذكرت بدأنا بموضوع أو محور المتعلق بريادة الأعمال ويمكن ده سبب رئيسي يعني إن كنا بنتكلم على التمكين سياسي وتمكين اجتماع الفترة خيالك محتاجين كمان تمكين اقتصادي للشباب وزي تبني رؤاهم اللي هي المفروض أنها تكون خارج الصندوق ويكون عندهم قدرة بشكل أو بآخر على بناء مستقبلهم اللي هيساهم بشكل كبير جدا في تنمية مصر فيها الأعمال اللي حاليا ده لازم يكون ثقافة مختلفة لدى الشباب اللي هما الخروج من العباء التقليدية في أهدافهم وطموحاتهم والوظيفة بقى النمطية وغيره فيها الأعمال اللي المفروضة نهاردة احنا بنفسها إزاي إن هما يؤمنوا بهذا الفكر وكمان يتبنوا وكمان نشوف التحديات اللي بتساهم بشكل كبير جدا إذا ما تغلبنا عليها في دعم الشباب وتمكينه بالقدر كبير ترجمة نانسي قنقر